قالت مصادر ميدانية ان ميليشيات الحوثي استهدفت بطائرة من دون طيار صباح اليوم عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة بمحافظة لحج ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المزيد في سياق التقرير التالي في خطوة تدل على استمرار ميليشيات الحوثي لضرب كل معاهدات السلام لانهاء الحرب في اليمن استهدفت ميليشيات الحوثي بطائرة من دون طيار صباح الخميس عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة بمحافظة لحج مما اسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش واصابة قادة عسكريين كبار المصادر افادت ان الطائرة استهدفت عرضا عسكريا كان يقام في قاعدة المعسكر التدريبي بالعند في محافظة لحج بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمحلية واضافت المصادر ان الطائرة كانت تسير على ارتفاع منخفض وهو ما حال على ما يبدو من امكانية رصدها من مضادات الطائرات التي تنتشر فوق الجبال التي تحيط بالقاعدة العسكرية الانباء تضاربت بشأن عدد الضحايا والجرحة اذ افادت مصادر عسكرية ان الطائرة المسيرة انفجرت بعيدا عن المنصة الرئيسية واوضحت المصادر ان الانفجار لم يؤدي الى سقوط قتلى بين افراد القادة العسكريين الذين تواجدوا على المنصة التي حاولت الطائرة الوصول اليها وفشلت الميليشيات الحوثية اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة العند التي تعد اكبر قاعدة عسكرية في البلاد وكان الحوثيون قد سيطروا عليها عام 2015 واستعادتها القوات الشرعية في العام ذاته الحكومة اليمنية اكدت على لسان وزير الاعلام معمر الارياني ان الاعتداء يثبت عدم استعداد الحوثيين للسلام قبل ان يدعو المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب الحكومة الشرعية واجبار الميليشيات على التخلي عن اسلحتها والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها الهجوم الحوثي الذي يحمل بصمات ايران التي طالما امدت الميليشيات بالاسلحة والصواريخ وطائرات دون طيار جاء وسط استمرار انتهاكات الحوثيين للهدنة في محافظة الحديدة ورضهم تطبيق البند الابرز في اتفاق السويد القاضي بانسحابهم من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي للبلاد